حقائق حول رم رم المعروف علميا باسم مسكلي رمني هو حيوان فدي صغير لاحم ينتمي الى عائلة مسكلي يشار اليه ايضا باسم القاقم او ابن عرس قصير الذيل يعود موطنها الاصلية الى المناطق الشمالية من اوروبا واسيا وامريكا الشمالية وهي معروفة بمعطفها الشتوي المذهل ومهارات الصيد الرائعة رمني هو حيوان نحيف ورشيق يبلغ طوله من 13 الى 26 بوصة مع ذيل اضافي من 4 الى 9 بوصات لها جسم طويل انبوب الشكل وارجل قصيرة فرورم كثيف وحريري ويتميز بنمط تلوين فريد في لال فصل الصيف يظهر معطف بني ضارب الى الحمرة مع بطن ابيض او اصفر ومع ذلك مع اقتراب فصل الشتاء يتحول فروها الى معطف ابيض نقي باستثناء طرف الذيل الذي يظل سودا رمني هو حيوان مفترس ماهر وصياد انتهازي لديها نظام غذائي متنوع يتكون بشكل اساسي من الثبيات الصغيرة بما في ذلك الارانب والقوارد والفئران والطيور والحشرات على الرغم من صغر حجمها فهي متسلقة ماهرة ورشيقة مما يسمح لها بمطاردة فريستها في الاشجار والجحور تتميز تقنية صيدرمن بسرعتها الرائعة وخفة حركتها وخفة حركتها انها توظف مزيجا من المطاردة والانقضاب وردود الفعل السريعة للقبض على ضحاياها وهي معروفة ايضا بقدرتها على اداء روتين الرقص الساحر خلال موسم التزاوب حيث تتقلب وتتدحرب وتقفز بقوة يتم توزيع عرم على نطاق واسع عبر المناطق الشمالية من اوروبا واسيا وامريكا الشمالية تحتل موائل متنوعة بما في ذلك الاراضي العشبية والغابات والمستنقعة والتنضرة انه قابل للتكيف بشكل خص مع البيئات الباردة وقد نجح في استعمار مناطق القطب الشمالي يبنير من اوكاره في الجحور او الشقوق الصخرية او الاعشاش المهجورة وقد يستخدم ايضا جحور الحيوانات الاخرى تعمل هذه الاوكار كاماكن للراحة ومواقع للولادة ومأوى من الحيوانات المفترسة والظروف الجوية القاسية يلعب رمين دورا حيويا في نظامه البيئي من خلال المساعدة في التحكم في تجمعات الثديات الصغيرة وخاصة القوارض تساعد طبيعتها المفترسة في الحفاظ على التوازن في السلسلة الغذائية وتساهم في الصحة العامة للنظام البيئي تم تقدير فراء رمين تاريخيا واستخدامه في صناعة تجارة الفراء ومع ذلك بسبب اللوائح وجهود الحفظ انخفض محاصرة وصيد فراء فروه بشكل كبير في العديد من البلدان رمين غير مدرج حاليا على انه مهدد عالميا ومع ذلك فان فقدان الموائل وتجزئتها وتغير المناخ وادخال الانواع الغازية تشكل تهديدات محتملة لسكانها تعد جهود المراقبة والحفظ المستمرة ضرورية لضمان الحفاظ على هذا النوع وموائله رمين المعروف ايضا باسم القاقم او ابن عرس قصير الذيل هو حيوان ثدي رائع يتمتع بخصائص فيزيائية مميزة وقدرات صيد رائع ان قدرتها على تغيير لون معطفها موسميا الى جانب طبيعتها المرنة والخفية تجعلها اعجوبة حقيقية من اعجوبة الطبيعة بصفته مفترسا مهما في نظامه البيئي يساهم ارمين في توازن وصحة البيئة ترجمة نانسي قنقر